من شهر ونص نقل أول محامة فلسطينية شهادة اختصاب أسرى من معتقل سديتيمان ومبارح كانت ولعة 8 حرب أهلية بإسرائيل بعد ما تظاهر مستوطنين دفاعا عن حق الاختصاب فشو قصة سديتيمان؟ بعد الاشتياح البر لغزة بلش الاحتلال يعتقل أعداد كبير من الغزاويين وينقلهم على قاعدة عسكرية بصحر النقب وحولها بشكل سري لا سجن كنون الأول أفرج عن الصحافة دياء الكحلوت من سديتيمان وحكي عن ظروف الاعتقال كنا خلال 33 يوم من الاعتقال مقيدي الأيدي والأعين معصوبة تماما لا نرى شيء تكرر حكي دياء بغير شهادات وبقينا نسمع عن سديتيمان بالحكي من دون ما نعرف شكله بعشرة أيار نشرت سي أن أن صورتين تسربوا من جوه المعتقل ضمن تقرير في شهادات وتفاصيل إضافية حاول صحفين سي أن أن يوصلوا على المعتقل بس منعوا الجيش بأربع نيسان نشرت هارتس رسالة طبيب إسرائيلي من جوه المعتقل بيحكي فيها كيف تطروا بأسبوع واحد يبتروا إجران أسيرين أدمى الكلبشات مشدودة وبيقول أنه هذا موضوع روتيني بـ 19 حزيران نسمح للمحامي خالد محاجنة أنه يزور سديتيمان لأول مرة لمقابلة الأسير محمد عرب الصحافة بتلفزيون العربي الوضع الفضيع الإجرامي السيء التي يعنيه الأسرة يفوق كل هذا الخيال هناك حالات اقتصاب وحالات تنكيل بأسر الفلسطينية ستة أسرة في آخر شهر على الأقل تعرضوا لاحتداءات جنسية تكرار الشاهدات وفضعتها نعكس على المؤسسات الإسرائيلية بأول تموز طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية لإفراج عن 120 سجين من سديتيمان ما موجه له انتهم هالخطوة عملت مشكل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والفريق السياسي بعد أسبوع حسم نتنياهو المشكل وطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إبقاء معتقل سديتيمان من كم يوم وصل على مستشفى إسرائيلي أسرة فلسطينيين تعرضوا للاختصاب بعصاية واعتقلت الشرطة العسكرية 10 جنود وضباط متورطين بالجريمة نزعج وزير الأمن إتمار بن غفير ودافع عن المختصبين بوصفهم أبطال وأعضاء من الليكود قاعدوا يبرروا الاختصاب بالكنيسة الإسرائيلية بعد اعتقال الجنود والضباط تظاهر إسرائيليين قدام سديتيمان للاحتجاج على الموضوع وطالبوا بالأول بقتل الأسرة الفلسطينية رجعوا راحوا بالليل على المحكمة العسكرية بباتلييد واكتحموها وكان مطلبوا الإفراج عن المختصبين اشتركوا في القناة